دعا محافظ ضميات إسماعيل عبد الحميد طه أهالي ضميات للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفي كلمتي خلال فعاليات مبادرة انزل شارك دي بلدك المنعقدة بديوان عام المحافظة أشار المحافظ أن الدولة تتواجه حاليا إرهابا داخليا وخارجيا مشددا على ضرورة المشاركة في الانتخابات لاختيار رئيس قادر على مواجهة الإرهاب والقضاء عليه وفي تصريح خاص لقناتين أكد محافظ ضميات إسماعيل عبد الحميد طه أن مبادرة انزل شارك دي بلدك شهدت حضور أطياف المجتمع كافة للتعبير عن استعدادهم للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة منوهان بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية الحقيقة كلنا عارفين أن مصر في الفترة القادمة إن شاء الله عندها يوم 26 و27 و28 انتخابات رئاسية قادمة لاختيار رئيس ليقود مصر في الفترة من 2018 إلى 2022 من المؤكد أن احنا في 2014 الموقف كان يمكن مختلف شوية كانت الناس شايفة من البلد في خطر محضق وكان فيه دوافع كتير جدا 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 للنزول الحقيقة فيه ناس كتير مش مستوعبة أبدا أن مصر لازالت في حرب وحرب ضروس وحرب قوية الحرب دي الحقيقة فيها مشكلة كبيرة من وجهة نظرنا كلنا هي حرب داخلية داخل بلدك نفسها داخل سينة وحرب خارجية الحرب الداخلية والخارجية دي تتطلب رئيس قوي شجاع وجيش قوي وشرطة قوية تدافع عنك لو أنت نزلت واخترت أنت بإيدك هتقول للعالم كله إحنا اخترنا بإرادتنا رئيس قوي لو أنت منزلتش العالم كله هيوشيع لأن العالم كله وكلنا نعلم دول كبرى ودول صغرى ودول ليس لها قيمة في المنطقة بتحاول تعمل مشاكل لمصر وتحييك بمصر بالمؤامرات الداخلية والخارجية